أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاك مهرجان العالمين 2024 بمجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية والرياضية خلال الفترة من 11 يوليو حتى الأسبوع الأول من سبتمبر خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباح مهرجان العالمين لدعم الأشقاء في غزة أوضحت المتحدة للخدمات الإعلامية أن هناك مزايا استثنائية وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في جميع فعاليات مهرجان العالمين وترشيدا للكهرباء أعلنت المتحدة إقامة معظم فعليات المهرجان في الفترة الصباحية كما أعلنت الشركة تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالي مدينة العالمين لاستقبالهم خلال فترة المهرجان